اشتركوا في القناة والتغيرات الكبيرة اللي تحصل على القصة والشخصيات وعدب الالتزام بالمصادر الرئيسية لكن النجاح المادي لهذه الأفلام خصوصا في الفترة الأخيرة الظاهر رجع انتباه المنتجين تجاه تحويل الألعاب لأفلام مثل فيلم سونيك واللي حقق عوائد تجاوزت 300 مليون دولار وبسببها جزء ثاني من الفيلم شيء مؤكد هذا النجاح أغرى كبرى شركات الألعاب من سوني ونيتندو ويوبيسوفت وكابكوم وغيرهم لتحويل أهم ألعابهم لأفلام أو مسلسلات وفي هذا الفيديو حبيت لخص لكم أهم الألعاب المؤكد أنها رح تحصل على أفلام أو مسلسلات خاصة فيها في الفترة القادمة في الزمن الحالي مستحيل نتكلم على المسلسلات والأفلام بدون ما نتكلم عن وحش خدمات البث نتفليكس واللي في الفترة الماضية انفتحت شاهيتهم تجاه ألعاب الفيديو الشيء اللي شفناه من خلال مسلسل كاسلفينيا ومسلسل ذويت شر المبني على نفس الكتب اللي ألهمت اللعبة فبالإضافة لاستمرار هذه المسلسلات وقدوم مواسم أخرى ومسلسلات مشتقة منها في المستقبل نتفليكس قامت بالتعاون مع أكثر من شركة ألعاب لتحويل ألعابهم إما لمسلسلات أو أفلام العملاق كابكم وحدة من هذه الشركات واللي رح نشوف بعض أهم ألعابهم بشكل جديد على نتفليكس فالرزيزنت ايفل العنوان الأهم لكابكم واللي حصل على سلسلة من الأفلام الناجحة تجاريا وإن كنا نختلف على مدى جودتها فبيتم عمل مسلسل جديد للعبة فعلى حسب موقع فوربس واللي أكد الخبر بعد تسريب وصف المسلسل على موقع نتفليكس ميديا سنتر بالخطأ الغريب في الوصف أنه يذكر مدينة كليرفيلد بدلا من راكون سيتي لكن أكد تواجد شركة أمبريلا وأنه أحداث القصة بتكون بعد 26 عام من اكتشاف التي فيروس وبنشوف علاقة مصحة جرينوود وشركة أمبريلا وواشنطن بالأسرار اللي لها علاقة بالفيروس لحد الآن ما في أخبار رسمية عن الممثلين أو الشخصيات اللي بتكون موجودة وحتى موعد الإصدار غير معروف للآن أما لعبة كابكم الأخرى دراجونز دوغما فموعد توفر مسلسلها قريب ومعروف بعد ما تم الانتهاء من الموسم الأول وبيتوفر في 17 سبتمبر القادم المسلسل راح يحكي لنا قصة إيثن في رحلة البحث والانتقام من التنين من أجل استعادة إنسانيته وقلبه أما سلسلة ديفل ميك راي الشهيرة فلنعرفه أن حقوق مسلسلها القادم تم شراءه من قبل آدي شانكار المنتج اللي قدم مسلسل كاسلفينيا على نتفليكس وصرح إنه قام بهذا الشيء عشان لا يتم تخريب العمل من قبل هوليوود وتحدث عن إمكانية ربط عالم مسلسل ديفل ميك راي بعالم مسلسل كاسلفينيا وغالبا بتكون نتفليكس هي المنصة اللي راح يتم عرض مسلسل ديفل ميك راي عليها كابكم ما هي الشركة الوحيدة اللي شغالين مع نتفليكس فيوبيسوفت أيضا في الأيام الماضية أعلنوا إنه اثنين من عناوينهم بتتوجه لمنصة البث الإعلان الأول كان عن مسلسل إنيمي لسلسلة التسلل والتخف في سبلينتر سين المبنية على روايات توم كلانسي بعد تأكيد العمل على المشروع وإنه بيكون من كتابة ديريك غولستاد المسؤول عن كتابة جون ويك وبيكون مبدئيا من موسمين تتضمن 16 حلقة يذكر إنه لعبة توم كلانسي الأخرى ذا ديفيجين أيضا قامت نتفليكس بشراء حقوق تحويلها الفيلم الكلام هذا حصل العام الماضي ومن المفترض إنه بيكون من بطولة جيك قيلنهال وجيسيكا تشستين أما العنوان الثاني اللي تم الكشف عنه في الأيام الماضية فهو فيلم للعبة بيوند جودين إيفل وبيكون من إخراج مخرج فيلم المحقق بيكاتشو الأخير جدير بالذكر إنه في الشهر قبل الماضي عرفنا إنه لعبة سي دي بروجيكت ريد المنتظرة بشدة سايبر بانك 2077 أيضا راح تحصل على مسلسل أنيمي مبني على علمها بالتعاون مع نتفليكس وستوديو تريجر على أساس يتم عرضه في 2022 نتفليكس ما هي منصة البث الوحيدة المهتمة بألعاب الفيديو فأمازونه من خلال منصة فيديو برايم وبالتعاون مع مؤلفين مسلسل ويست وورد الشهير كيلتر فيلمس راح يقدموا مسلسل خاص بسلسلة بيثيستا الشهيرة فول آوت المسلسل اللي تم الإعلان عنه من خلال عرض تشويقي قصير ومن خلال بيان رسمي على موقع بيثيستا أكدوا المؤلفين للعمل على عالم فول آوت المدمر إنهم جدا متحمسين لتقديم عالم ما بعد الحروب النووية القاسية للشاشة الفضية طبعا الكثير متخوف إنه يتم تغيير الكثير من الأشياء من قصة اللعبة الأصلية وعالمها وتاريخها الغزير المسلسل حاليا في مراحل الإنتاج المبكرة وما في موعد إصدار حتى الآن أما شركة HBO الشهيرة بمسلسلات عالية الجودة فأعلنوا في الشهور الماضية إنه حصرية بلاي ستيشن The Last of Us رح تتحول لمسلسل تلفزيوني من كتابة كريغ مازن كاتب مسلسل شيرنوبل وبالتعاون مع مخرج اللعبة نيل دروكمن مازن أكد إنهم رح يحترموا العالم اللي تم تقديمه لحد الآن من خلال الجزئين وإنهم رح يبنوا عليه ويحسنوا بدلا من تغييره في وصف المسلسل القصة قريبة جدا من الجزء الأول من اللعبة وإنها بتكون بعد 20 سنة من نهاية الحضارة وبتحكي قصة رحلة إيلي طفلة عمرها 14 سنة وجول أحد الناجين المتمرسين بالإضافة لتأكيد تواجد شخصيات معروفة من الجزء الأول مثل تيس ورايلي ومارلين العمل حاليا جاري في مراحل الإنتاج الأولية بدون موعد إصدار محدد The Last of Us ما رح تكون حصرية بلاي ستيشن الوحيدة اللي رح يتم تحويلها فأيضا لعبة نوتي دوغ الأخرى أنشارتت وبعد عدة تأجيلات وعقبات أخيرا بدأ العمل الفعلي على الفيلم الخاص في اللعبة واللي بيكون من بطولة توم هالند مؤدي شخصية سبايدر مان وحسب الأخبار الأخيرة التصوير بدأ بعد توقف المشروع في الشهور الأخيرة بسبب كورونا بالإضافة لنيثن دريك واللي بيقوم بدوره توم هالند الفيلم رح يشهد تواجد ممثلين معروفين مثل مارك والبرغ بدور فيكتور سوليفن وتواجد أنتونيو بانديرس بدور غير معلن عنه ومن المتوقع أنه يتم صدور الفيلم في يوليو 2021 بالإضافة لقدوم نيثن دريك للسينما فيه الكثير من عوالم الألعاب الأخرى والمعروفة اللي أيضا رح نشوفها في أفلام خاصة فيها في الفترة القادمة فكابكوم ما اكتفت بتحويل الألعاب اللي تكلمنا عنها على نتفلكس فبعد ريزينت ايفل مونستر هنتر لعبة كابكوم الناجحة جدا بتكون اللعبة الأخرى اللي تحصل على تحول سينمائي الفيلم بيكون من بطولة نفس الممثلة اللي قادت سلسلة أفلام ريزينت ايفل ميلا جوفوفيتش ومن إخراج بول أندرسون المسؤول عن إخراج نفس السلسلة أندرسون أكد أنه العمل على مشروع المفضل حتى الآن انتهى بشكل كلي من ناحية التصوير وأنه أبريل 2021 بيكون موعد توفر فيلم مونستر هنترز في دور السينما يوبيسوفت أيضا ما رح نشوف ألعابها فقط على نتفلكس فلعبة توم كلانسي الأخرى رينبو سيكس سيج رح تتحول لسلسلة أفلام سينمائية واللي ناوية براماونت بيكشرز أنها تفتتح سلسلة الأفلام الخاصة فيها من خلال Without Remorse الفيلم بيكون من بطولة مايكل بي جوردين اللي شفناه في بلاك بانثر وكريت ويحكي قصة القائد جون كلارك أحد أهم شخصيات السلسلة متبوع بجزء آخر بعنوان رينبو سيكس Without Remorse من المفترض أنه يتم عرضه في سبتمبر القادم لكن في خبر جديد يخص الفيلم أنه من الممكن أمازون تشتري الحقوق الخاصة فيه لنشره بشكل رقمي خصوصا بسبب المشاكل اللي تواجه السينما في الفترة الحالية رينبو سيكس سيج ما هي لعبة الشوتر من منظور الشخص الأول الوحيدة اللي بتتحول لفيلم فأيضا كولوف دوتي لعبة الشوتر الأشهر لها أكثر من مشروع خاص فيها وإن كانوا حاليا تحت التأجيل للعبة الشوتر الأخرى بوردر لانتس واللي جاري العمل عليها من قبل المخرج إيلي روث والظاهر رح تحترم قصة العالم الأصلية الجنونية وشخصيات صائدي الخزنات الممتعة مع تأكيد تواجد كيت بلانشت للقيام بشخصية ليليث حتى الماسترشيف ولعبة هيلو المفترب بحلول ربيع 2021 لشوف مسلسل خاص فيه على شو تايم مثل منتم شايفين تقريبا أكبر الشركات في عالم الألعاب ناوية تجرب حظها في عالم السينما والمسلسلات فحتى العملاقة نيتندو ناوية تعيد تقديم السوبر ماريو للشاشة بكل تأكيد نيتندو تتمنى أننا نكون نسينا فيلم سوبر ماريو اللي صدر في 1993 واللي ممكن يصنف كواحد من أسوأ الأفلام في التاريخ لكن اللي خلينا نتطمن هذه المرة هو أنه الأسطورة شيجيرو مياموتو بيشرف على مشروع الأنيميشن الخاص بواحد من أهم الشخصيات في عالم ألعاب الفيديو ومن المفترض صدور فيلم السوبر ماريو في 2022 فيلم مورتال كومبات واللي أيضا صدر في التسعينات والمبني على أشهر لعبة قتال ما قدر يعجب أغلب المشاهدين ولهذا السبب أيضا راح يحصل على فيلم جديد في محاولة لتقديم الطريقة أفضل مراحل إنتاج الفيلم انتهت من العام الماضي ومتوقع أنه يتم نشره في الموعد المحدد على يناير 2021 أما الفيلم الأخير الموجود معانا في الفيديو فهو الفيلم الخاص بماينكرافت وبيكون فيلم انيميشن ورح يصدر في دور السينما في 2022 بالإضافة لكل هذه الألعاب والقائمة الطويلة اللي راح نشوفها في مسلسلات أو أفلام في غيرها الكثير من المشاريع المؤكدة وأخرى لحد الآن ما تم تأكيدها لكن في المجمل تعتبر هذه العناوين هي الأهم اللي نعرف عنها حاليا أتمنى تكونوا استمتعتوا في المشاهدة واذكروننا في التعليقات إيش العنوان اللي متحمسين له وتتوقعوا نجاحه كفيلم أو مسلسل والعنوان اللي تتوقعوا أنه يخيب أملنا أما لمشاهدة المزيد من المقاطع المختلفة والمتعلقة بعالم ألعاب الفيديو اشتراك وجرس وخذ لفة على باقي فيديوهات بلاير 1 وكالعادة شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة